وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال شوفوا بقى استفصال النبي استفهامه لتوضيح السؤال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة بوانة مكان في الحجاز هضب من وراء ينبع يا رسول الله ده السؤال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال له النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أرواه أبو داود وصحاحه الألباني يبقى لما حد يسألك في مسألة تحس أن فيها شيء مبهم لا تتعجل في الجواب بل استفصل واسأل بيقول له أنا نظرت أذبح إبل في بوانة الله إيش معنى عايز تذبح في المكان ده بالذات أنت في المدينة هو إلي وديك هناك إلى بوانة في حاجة هناك هل كان فيها وثن يعبد في الجاهلية كان فيها صنم الناس بتعظمه هناك وتعبده قال له لا كان فيها عيد من أعياد الجاهلية قال له لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله لو قال له كان فيه صنم هناك كان له حرام لو قال له كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يقام هناك كان له حرام فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال له ينفع واحد يقول للناس في الجامع هسألكم سؤال واللي يرد عليه هدينه ساعة الحائط بتاعة الجامع هدية هي ملكك يقول يا شيخ أنا نذرت يا أخي لا نذر فيما لا تملك ولا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تطيق فانتبه كذا ربما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستفتي بالامتثال فورا للفتوى فيكون هذا هو الجواب زي إيه روى الشيخان في الصحيحي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عشان يرعاها ويحيطها بعنايته ويخدمها حتى لا تضيع لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ده الجواب أمره أن يمتثل للفتوى فورا فكان هذا جوابه هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمرة بغير محرم أن تخرج لحج النافلة بغير محرم لا تجوز لا يجوز طب تخرج لحج الفريضة بغير محرم هذا اختلف فيه أهل العلم والراجح لا يجوز إن لم تجد محرم فهي غير مستطيعة طب لو فعلت حجها صحيح ويآثمة لأنها خالفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا هذا الموضوع ببساطة فكان أمره للرجل هنا باللحاق بزوجته شوف راجل خارج يجاهد أنهم ادلوا أجازة ما تخرجش للغز وحج معها فكان أمره للرجل باللحاق بزوجته فورا هو الجواب عن سؤاله والتقدير لا يجوز لمرأتك أن تسافر بلا محرم وكان صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يحصر له المسألة ويضبطها شوفوا زكاء النبي في الفتوى شوفوا زكاء سيدنا النبي كمفتي كان يجيب السائل بما يحصر له المسألة ويضبطها شوفوا زكاء النبي في الفتوى